هذا من الصحور أقول لكم تعملوا إيه؟ أقول لكم مصنع جديد هنعاملوا جيب التاجة حادق وحادق واللغة الوصحة هتعجبكم ان ابدأوا في انتو التنشوص تعملوا لايك وشاركوا متنزل على الجهاز فشاركوا في فتنا مباشر دور أقول لكم معي بسم الله صحوري طحفة 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 يا صحوري حلوة؟ إيه؟ مجد؟ طحفة يا مامي تسلم إيدك تسلمي لي انت يا عمري يا رب يا جماعة بجد غزل بصراحة والله العظيم يعني بجد كل حاجة عملا تقول لي تسلم إيدك يا مامي انا عبياني الأكل بتاعها بجد؟ تقول لي انتي أحلى حد في الدنيا بعمل أكل يا مامي صح؟ ربني خليك ليه يا غزل انا محرميش منك انا بحبك قوي قولي والله مامي مامي النهاردة أنا خليت غزل تقدم معاكم الفيديو علشان انتو بتحبوا غزل وبتقول لي لما غزل تتلع في الفيديو احنا بنحبه نتفرجه على الفيديو صحي كده؟ صح بس أنا أنا هعمل الوصفة طبعا بش غزل لا سابعة انت بتعملي وانتو بتعمليه طيب قولي لهم يلا وحنا بنبدأ الفيديو مع بعض طيب parti احنا بنبدأ الفيديو مع بعض الأول عجبتك أو لأ؟ احنا بنري احنا بنكون جرب zostنخ في صحور جربوها في الصحور ل서 فالصحور هتحجبكم قوي سوف حجبكم قيت قلنا لهم يلا بنا نشوف الفيديو مع بعض يلا ديهم نبوسها يلا عمل لهم هيرت بعض عمل هيرت بحطة ثانية و بخطة ثانية انت جميلة يلا قلنا لهم نبدأ الفيديو يلا بنا نبتدي الفيديو يلا بي يلا اول حاجة نأتدي لوصفة معي اي نوع توست انتو تحبوه انا معاه وهنا ريتش باك انا بحابو بيفضل تري الأطول فترة ممكنة أنتو ممكن تستخدموا أي نوع عندكم اللي أنتو عايزينه دي حاجة ترجع لكم هجيب بقى قطع التوست كده حسب ما أنتو عايزين بقى الكمية اللي أنتو عايزينها هي الواحدة بتتقسم على اتنين في الآخر أنا بقى بالنشابة كده أو بالشوبك أو أنتو بتقولوا عليها إيه بفردها كده بفرد التوست ذات نفسه أخليه مفروض شوية بس ما تتكاش عليه قوي عشان ما يفتحه أعرف أفتحه لأن لو ضغطت جامد مش هعرف لما يجي أفتحه ومش هيتفتح معايا تمام أنا برضو عايز أأكد عليكم الطريقة بصوا أنا بعمله إزاي شايفين دلوقتي بقى بعد ما فردنا التوست هنعمل إيه هنجيب كوباية أو قطاعة بولة طبق سلطنية أي حاجة عندكم هنبدأ إن إحنا نقطع كده حروف التوست ونقطع كده دائرة صغيرة جوة التوست تمام شايفين هيدي بقى اللي هتتقلق هنفضل نعمل الكمية كلها ونخلصها دلوقتي بصوا شايفين أنا خلصت الكمية بقيت عاملة إزاي بصوا شكله محلو أصلا قوي ممكن يتاكلوا كده يعني الحروف دي بقى هنعمل فيها إيه هنحطها كده في سنية وندخلها الفرن لحد ما تتحمص تتحمص إزاي يا جماعة تبقى مقرمشة دي غزل طبعا إيه هنفضل لازم تتحمص علشان ده هو ده اللي هنعمله بالبقصماط دي بقى بقصماط عادي زال اللي بنجيبه من بره يعني دخلها الفرن بقى درجة حرارة 180 لحد ما تتحمص خالص بعد ما اتحمصت اخذت معي حوالي 3 ساعة في الفرن هحطها في الكبه بقى واطحنها خالص لحد ما يبقى زي البقصمات اللي احنا نشتري من برا اللي عايز يبهره بقى يحط له شوية ملح وفلفل او بهرات اللي انتو بتحبوها وهو بيتطحن ومع الحلو ممكن نحط شوية قرفة تمام عند الوقتي في الحادق انا حط بس هحط مع البيت ملح وفلفل بس بس مش هحط مع البقصمات حاجة انتو عايزين تحطو زعتر بابريكا اي حاجة دي حاجة ترجعلكو حسب التعمل اللي انتو بتحبوه هركن بقى كوية ده عجب عشان اعمل حشوة معي تصع النير ع النار هحط فيه شوية زيت بصوا الحشوة دي بقى انتو ممكن تعملو اي حاجة انا كان عندي قطعتين فراخ بانيت كده في التلاجة كنت عامل فراخ بانيت بقى قطعتين شلتهم في التلاجة شلتهم في الفريزر يعني فقلت اطلحهم دلوقتي عشان اعمل بيهم الصحور يبقى تجديد في الصحور يعني تمام هبدأ بقى ان انا شوحهم كويس جدا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لحمة مع السجا كنت عندك في الفريزر بقية ممكن تحطوا مكس جبن ممكن تحطوا باسترمة باسترمة وجبن وزاتون ممكن تحطو تونة الخيارات او الحشو دي حاجة ترجع لكم علشان بقى نبدأ ان احنا نعمل التوست او نقل التوست هنعمل ايه نحط بيضا معها رشة ملح ورشة فلفل وكمان هنحط عليهم شوية لبن ونبدأ نخلط بقى كل كويس جدا مع بعض ده البقسمات شايفين بعد ما تحنوه بقى اعمل ازاي هنبدأ بقى ان احنا نعمل ايه هنجيب اللي هو التوست اللي احنا قطعناه ده شايفين شكله هنجيب ونحطه في البيت خلي بالكم بيشرب بيض جامد جدا يعني بيمتصل بيض جدا والبيض والايد اللي احنا نحطها في البيض ما ننزلهاش في البقسمات تمام يعني ايد بتعمل البيت والايد التانية تعمل البقسمات عشان ما نعجنش الدنيا تحس الدنيا عجنت ويترطيه في ايدك بقت معجنة قوي تمام شايفين ازاي على الفكرة طريقته سهلة جدا بس هو بجد بيقى طعمه حاجة اختراعي يعني طعمه حلوة جدا وتجديد مقبلات جنب الاكل سحور لو عندكو تجوف مثلا تعملوه حلو قوي شايفين بقى كده بعد ما خلصنا كل الكمال اللي عندنا شايفين عامل ازاي هنروح بقى علشان نقلي يلا بينا دلوقتي معايا طبعا تسعى النار سخنة جدا ماشي هنبدأ احنا ننزل التوست بتاعنا تمام يا جماعة بصع وقلوك على حاجة وممكن انتو بتقلوه ينفخ معاك وده تمام قوي لو ما نفخش عايزي برضو مش هتفرق معانا في حاجة هنفتحه عايزي تمام طبعا عند الوقتي هنبدأ ان احنا كده نقلبه بعد ما اخد لون من الجنب التاني هنقلبه وياخد لون من الجنب التاني كمان تمام يعني لو نفخ معاك ما تتخضيش تمام بس كده واحنا المفروض ان احنا نقليه وياخد لون كده من الجنب التاني كده لون ده بخفيف ونبدأ بقى ان احنا نطلعه خلاص طبعا هكامل كل الكمية بنفس الطريقة دلوقتي بقى علشان نحشي او نشوف جيب التاجر ده بتعمل ازاي طبعا انا قلتها كده مدورها اسامها من نص كده بالسكينة هي لو فتحت معانا عايزي بتلاقيها قبت ساعات حسب بقى ما تطلع معانا يعني هنفتح كده بصه شايفين ازاي من النص كده ونبدأ بقى ان احنا نحشي شايفين والله العظيم يا جماعة بيقع طعمها حلو جدا وتجديد اكل وتغيير وطعم حلو وممكن نعملها مثلا في الصحور ممكن نعملها مقبلات كده جنب الاكل يعني ممكن يعني شوفوا انت لو فق عياد ميلاد والحاجة تعمليها برضو جنب الجاتو والحاجة دي وطعمها حلو جدا انا عايز اعمل معكوا كمان واحدة كده بصوا شايفين هنقطعها من النص بصوا بنفتحوها بتتفتح بكل سهولة كدناها صاندوتي يعني ونحشيها بقى ونعملها قلتلكو زي ما قلتلكو الحشوة والخيارات بتاعة الحشوة زي حاجة ترجعلكو انتو ان انتو عايزينوا تعملو فيها شايفين شكلها بقى حلوة قوي والله بجد بجد وتجديد وممكن لما حد يشوف يقولك اي دا انت عملها ازاي في ناس بتحط اتنين على بعض بس احنا بنحط اتنين على بعض فالحلو هوريكوا الطريقة دلوقت ازاي بس الحدي انا بحبها كده بتكون خفيفة اكتر دلوقتي بقى هنحط جيب بصوا جماعة اي حاجات مقلية انا بحب طلعها على طول على بقدونس او على اي حاجة خضرة او رصها عليها يعني بتمتص الزيوت جامد جدا بص بقى شكلها حلو جدا ترصها بقى بالطول طبق مدور طبق مربع دا حاجة ترجعلكو طبعا خيارات التقديم دا حاجة ترجعلكو بس بجد شكلها حلو جدا 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 وبتعجب الناس جدا مضيوف وبتعجب ولادنا جدا اهم حاجة لولدنا وعيلتنا يعني مش اهم مفيش اي حد تاني اهم حاجة ولدنا يكونوا مرتاحين ومبسوطين علشان نعمل الحلو بقى هنعمل ايه بصوا معايا توست برضو عايدي كتا ومعايا نوتيل ممكن بقى ازردت لوتيس اي حاجة عنوكو هنفرض برضو التوست كده زي ما فردنا في الحدق بالزبط بس دي شوية تكنيك بتاع بيختلف عن الحدق الحدق احنا بنعمل واحدة الحلو هنعمل اتنين على بعض تمام او ممكن بعد ما تعملي زي الحدق عايدي مش مهم من تفتحها وتحشيها بنوتيلة برضو او اي حاجة هنبدأ ان احنا نجيب واحدة ونحط عليها معلقة من النوتيلة كده زي ما انتم شايفين ونحط عليها قطع كمان من التوست وهنبدأ ان احنا بكوباية برضو او بتلطانية او باي حاجة عندك هنبدأ ان هنضغط عليها لحد ما تطلع معانا كده عاملة زي الدايرة نبدأ اهم حاجة بقى اهم خطوة انك تتاكي عليها وتضغطي عليها كده وتتقفل كويس جدا جدا معاك عشان ما تفتحش منك في الزيت والشاكلات يطلع او الحشوة اللي انت حطها فيها تطلع وهتبهدل الزيت طبعا وهتبوز منك فحرام اهم حاجة اهم حاجة في الخطوة بتاعت الحلوة دي انك تضغطي عليها من بره كويس جدا وتقفليها كويس جدا والبردو لما نغطسها في البيت والبقصمات هنرجع نقفلها تاني علشان ما تفتحش مننا عشان ما فاتحت مننا شكلة ضاع وهي اصلا شكلها ضاع وبوزة خسارة طبعا هنكمل بقى كل الكمية بعد ما كملنا كل الكمية بقى تعالوا نحضرها علشان نقليها معايا برضو البقصمات اللي انا تحانتوا معاكوا اللي بعد ما حمصناه وبعدين هنا معايا بيضا حط عليها رشة فاناليا صغيرة عشان ده حلو بعدين نحط عليها شوية لبن واخلط كويس جدا جدا مع بعض وبعدين هغطس فيها القطع بتاعت الدوست كده وبعدين هازل فيها في البقصمات زي ما قلتلكو الايد اللي تنزل في البيت مش الايد اللي تنزل في البقصمات يا جماعة عشان ايديك التراطيف ايديك يمتعجنش وبيبقى شكل وحش جدا وبعدين بتحس انك ملغبطة والدنيا مش نظيفة نبدأ تاني نضغط علشان نقفلها كويس شايفين باكد عليكو كلمة ان احنا نضغط عليها علشان تتقفل كويس جدا هعمل معاكو بقى كمان واحدة علشان تأكيد برضو وتعرفوا وتأكدوا على الطريقة خلص بقى ويلا نروح نقليها مع بعض طبعا بعد ما خلصنا كل الكمية معايا زيت سخن جدا 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 زيت سخن كنينا بنحمر بطوتس هننزل فيه بقى كده بالقطع الطوست اللي احنا عملناها وطبعا نستنيها تاخد لون دهبي من تحت وعلي كد نقلبها الناحية التانية اهم حاجة جماعة تاخد لون دهبي حلو ما نخلاش تاخد لون دهبي غامق عشان يبشكلها مش حلو بجد الجماعة بتقاطع معاها حلو قوي والتشوكلت جوه بيبقى سايح كده وانت بتاكليها سخنة مع جوز او مع كوفي بيبقى طعمها حلو جدا جدا ولذيزة جدا بجد بتبقى رذيزة قوي بس كده تعالوا بقى وريهالكو كده من جوه والتشوكلت سايح كده عشان اغريكو تقوموا تعملوها يلا بصوا شايفين بقى عملها ازاي شايفين تحفى جدا تحفى بجد والشوكلت ديها دايب كده على الفكرة ممكن تحطوا كابري اي نوع انتو بتحبوه مش شرط نوتلا يعني شايفين بقى كده شايفين الشكل اغراء يا جماعة تحفى جدا وتعمها حلو قوي تعمها لذيزة جدا جدا غزل لما دخلت شامتها بتحسبها دوناتس ان شاء الله عامل معاكو دوناتس ومرها عشان خاطر غزل تعالوا بقى جدا نحطوها يرسوها بقى بالطريقة اللي انتو عايزان هتتقدم بقى اي طريقة انا حطتهم كده وربعة طبعا دي طريقة التقديم حاجة ارجع للكو زي ما بقولكم كل واحد لطريقته في التقديم وليخياراته تمام اي اي ودي طبعا الحادة انا بقى كده عليكم بجيب لكم صورتها تاني بس كده والفيديو بتاع النهاردة خلص ويا رب يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعلمنا لايكاتو كومنتاتو تزعلو زر الجرس ويا رب يكون الفيديو عجبكم بجد وتجربوتو راييكم في الكومنتات زي ما بنعمل كل مرة و يلا بنا باي باي